أولاً أنت يعني خلينا نكون واضحين شوية يعني أنت جالس أمام رئيس أكبر دولة بالعالم أو قد تكون رئيس أقوى دولة عسكرياً بالعالم وهذا واقع حال يعني إحنا خضنا حروب وياها ونعرف إمكانياتهم على الأرض شنو يعني مو أحد سولة فيننا لا إحنا شفناها بعيننا فلذلك سفنها وبحرياتها موجودة بكل عالم ومدخلها بكل الدول جواب السوداني حقيقة وأنا كتبتها وأكيد أنت قرأتها جوابه كان مهني جداً يعني مو جواب رجل اضطري جامل لا مجاملة أبد قال إحنا إنه ثوابت معينة وكذلك الدول تحكمها القوانين وتحكمها ثوابت معينة يعني أنا وجهة نظري ليس مثل وجهة نظرك عندما تتكلم عن غزة وحماية إسرائيل لكن هو ما طور الموضوع ودفعه إلى الشد لأنه ذاكر بأنه مثلاً إسرائيل قتلت الآلاف وقتلتها كان تحول اللقاء إلى يعني موضوع آخر فالرجل كان جداً ذكي أوصل رسالته بسهولة وببساطة إلى رئيس ولاية المتحدة أنا أيضاً أريد أذكرك أستاذ نجم خلنا نكون واقعين والله العظيم خلنا نتكلم بواقع يعني قبل ما يسافر الرجال يعني هو في شهر ويعني لو تشوفوا الهجومات اللي صارت عليها بالسوشيال ميديا وبالواقع طيب ما معقول لهي شيء هذا اللي يطلع يقول ما رح يستقبل بايدن هذا اللي يطلع يقول رح يطردوهم هذا اللي يطلع يقول رح يعتقلوهم يا بل ترى أنتوا دولة عراقيين وأنتوا هذا يمثل قائد عامل القوات المسلحة أيسين ليس من المحقول هكذا والله بلقاء نوية كان قاعد أبو علي أو أستاذ غالب والله قلت له دولة رئيس روح وأصلاً هم الأمريكان رايديك الأمريكان يردون العراق أستاذ نجم يردون العراقي همهم العراق بالدرجة الأولى حتى الزيارة اللي سبقته كانت أيضاً ما أثرت ما أثرت وأيضاً هو اتخذ خطوات أريدك تركز عليه هاي اتخذ خطوات قبل ما يسافر اليوم شكروا عليها قالوا نشكر الحكومة العراقية على تعاونها فيما يخص أقليم كردستان ليش؟ ليندزهم 920 مليون دولار مليار بعدين استقبال الساكو أيضاً خفف من وطأة الموضوع اللي صاير يعني تعرف مشكلة السيد لوي ساكو هذه أمريكا جداً يهتمون بيها جداً يهتمون بيها ويرون ويهتمون بالأقلية أردسلك بهذا الإطار عن هجوم الذي يشن الآن على السيد السوداني من قبل بعض الأطراف ومنها فصائل المقاومة هل له ما يبرره أم هي بداية ممنهجة لاستهدافه لأنه بدأ يتجاوز خطوطهم الحمراء هاي المشكلة يا أستاذ نجم إحنا يعني والله إحنا حتى إحنا مشكلة يعني إحنا يعني أي واحد يريد يتقدم خطوة بهالعراق هذا تطلع لك تصريحات أو كلام معين أو ليطلع يعني تعرفك تصريحات من مسؤولين حقيقة يعني تكسر يعني تكسر نفسية الإنسان من يسمعها نعم هسا هسا راح تسمع الحجي بعدين خلي يرجع وتسمع الحجي شون راح يطلع إذن